النفاق صفة تمتاز بها قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في الدول العربية وهو نهجهم في التعامل مع الدول التي تقدم لهم دعما أعمى لخدمة مخططاتهم الخبيثة في الوطن العربي ومحاولة تمجيد الدوحة وتجميل وجهها القبيح المتورط في دعم الجماعات الإرهابية بالعالم وتجد قيادات جماعة الإخوان في ليبيا النفاق شريطة أن يكون مدفوع الأجر لتجميل صورة قطر وحكامها بعد افتضاح دور الدوحة في دعم وتمويل واحتضان قيادات التنظيمات المتطرفة على مستوى العالم وتسبب مقل للقيدي الإرهابي علي الصلابي في موجة من السخرية للنفاق المفضوح لتجميل صورة قطر ومحاولة تمجيدها حيث زعم دعمها للشعب الجزائري وثورته التي نجحت في إخراج المستعمر الفرنسي من الجزائر مدعيا أن حكام قطر كان لهم دورا بارزا في دعم الثورة تصريحات الإرهابية الصلابي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحملة سخرية واسعة الذي يحاول تزييف التاريخ حيث انتقد الكاتب والمحلل السياسي الليبي عيسى عبدالقيوم المقال وقال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يحاول مولانا الشيخ اليوم إثبات وجود دورا تاريخيا لقطر في تحرير الجزائر رغم أن قطر بوصفها محمية بريطانية تحصلت على استقلالها سنة 1971 والجزائر تحررت سنة 1962 وأخشى ما أخشاه أن تتفاقم معه حالة تمويل الدوحة لنقرأ له قريبا عن الدور المهم للخطوط القطرية في رحلة الإسراء والمعراج بدوره انتقد الناشط السياسي الليبي الدكتور العرب الورفالي المقال قائلا يكذبون كما يتنفسون فيما سخر محمد غنيم من مقال العلي صلابي وكتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي قطر حمت الكعبة من أبرها الحباشي وأرسلت طائرات سلاح الجو القطرية التي رمت أبرها بالحجارة تصريحات الصلابي وصفها مراقبون بأنها تعد مورسة للنفاق المدفوح الأجر من قطر وصفين مقاله بمحاولة لتزيف التاريخ والواقع وثبت تورط الدوحة في تزيف العديد من الوقاع التاريخية والتي هي ليست بالوقاعة الأولى فقد سبقها العديد منها من بينها وصفهم للإرهابيين الذين حاربتهم القوات المسلحة بالثوار لقناة ليبيا الحدث أميرة علي